اشتركوا في القناة عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم الله أبغي ربك سريع العقاب شكرا 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 التي تقوم على التفكير المشتركة للشباب يؤمنون المفكيري والحوار الصريحي لا حدود ولا سكوف احتمع إجاباتي عما يتصاعف النفوذ ويرثق الأراح من أين؟ لماذا؟ إلى أين؟ ما جنوى من كل هذا؟ أن العقل إلا رجل؟ أين الضغط؟ معنا قمعه؟ كيف نتعامل مع هذا كناقض الفجر بين الفكرة من السلوك؟ أنا وغير نفسك، كيف نتعلم؟ أنا والمخالف، كيف نتعطى؟ أنا وهي، هي وأنا، كيف يجب أن نكون؟ والسئلة الأخرى كثيرة عني الثلاث والمتغيرة، تطبيق الشريعة، الخلافة والطلبة، الكلوب والتطرف، الشراء والطمقاطية، زاد القلوب في الطلق الوعية، مناء القطور والأفهم، الحياة الجامعية وأسنائها، العلاقات مع البلاد الجديدة كل هذا وغيره من الضغط والنسلة التي تكون في نواحي الشباب ينخل الكمال المتالى وعالك، وصنع لأسنين طغاق فيها القفل والأرواح، وفيها تعص الرجل وهو أدينة، ومحيا لله رب العالمين ترجمة نائما لديةướpp ترجمة نائما العلء اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أصحاب الفضيلة أيها الإخوة أيها الأخوات الكريمات أهلاً وبرحباً وسهلاً بكم في هذا اللقاء الطيب مع منتدى الشباب في هيئة علماء فلسطين في الخارج نرحب بكم أجمل ترحيب هي محطة أيها الإخوة الحضور ضرورية على طريق إحياء العزيمة والأمل فينا وسط بحر الظلمات الذي يحيط بنا من كل جانب عندما يتعاظم الألم ونرى ما يحل بأمتنا من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا واليمن ومصر وليبيا وبورما واللائحة تطول وتطول عندما تشتد الأزمات يبقى الأمل بالله أولاً ثم بكم ثم بكم معشر الشباب أصحاب الهمم العالية والإرادة الهادرة حين تتكامل حكمة وخبرة العلماء مع عزيمة الشباب ووعيهم يكبر الأمل أكثر بغد جديد وفجر تليد لماذا نحن هنا ولماذا منتدى الشباب يحدثنا أكثر رئيسه الدكتور محمد خير موسى فليتفضل مشكوراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العلماء الأفاضل الأجلاء شيخنا الكبير العلامة محمد الحسن الددو أيها الشباب مرحباً بكم جميعاً منتدى الشباب في كلمات يسيرة ليس هدفه أن نقوم بنشاط نستعرض به إعلامياً ولن يكون هدفنا بإذن الله تبارك وتعالى على الإطلاق شيء من هذا منتدى الشباب جاء تلبية لحاجة تصرخ في أعماق كثير من الشباب اليوم بعد سبع سنين ترددت بين كونها عجاف وبين كونها تتطلع إلى غيث يحصد بعده الناس سنابل خير وعطاء لابد أن البيئات الجديدة وأن الأزمن الجديدة وأن طرق الحياة الشائكة تجعل أرواحنا تتصحر وقلوبنا تعاني من الجدب فلابد لها من سقيا ونحن نطمح أن يكون في منتدى الشباب شيء من تلك السقيا وعندما تتصحر الأرواح وتتكلس الأفكار وتمتد الأزمات وتطول النكبات تتفجر الأسئلة الكبرى في أعماقنا هذه الأسئلة تحتاج منا إلى إجابات تحتاج منا إلى إجابات وإلا فإن الإجابات سوف تأتي من شرق أو غرب يلعب بنا يمنة ويسرى منتدى الشباب يطمح إلى أن يجيب عن هذه الأسئلة بعد أن يرصدها في هذا البروم القصير الذي رأيتموه قبل قليل بعض من هذه الأسئلة بعض من هذه القضايا التي سنناقشها سيكون منتدانا بإذن الله تبارك وتعالى منتدا دوريا ينعقد بشكل دوري مستمر هدفه بنائي لأننا نريد أن يكون الشباب ممن يبني روحه ويبني قلبه ويبني عقله ويبني فكره فإذا بنى الشباب عقولهم وإذا زودوا أرواحهم بما يليق بها من زاد عندها نملك الطمأنينة المطلقة أنهم أنهم سيقولون لا سيقولون لا بملء أفواههم ولكن لا التي سيقولونها هي لا الراشدة ولا الصائبة ولا التي تعرف لمن تقال وأين تقال وكيف تقال ويقولون نعم ولكن نعم الفاهمة وليست نعم التبعية أو نعم المخذولة أو نعم التي لا يعرفون لمن يقولونها ولا أين يضعونها في منتدى الشباب نطمح أن يكون هذا المنتدى لقاءا حواريا بكل وضوح أقولها لكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات لن نسعى إلى أن نكون تكرارا لمحاضرات ولن نستضيف محاضرين سوف نسعى إلى استضافة محاورين نريد من الشباب أنفسهم أن يزودوا بعضهم بعضا ونريد من الضيوف الكرام أن يكونوا ممن يحاور وأعتقد أن من بشائر الخير أن يكون فاتحة المنتدى عندنا الرجل العلامة الذي ما عهدناه إلا بحرا زاخرا وقوالا للحق وثابتا عليه ورافضا للإنصياع للطغيان في زمن سقطت فيه كثير من الأسماء والقامات بسبب خضوع رقابها للطغيان بعد أن احترقت ألسنتها إذ أكلت من مرق السلطان لن أطيل أيها الإخوة والأخوات سأدعكم تعاينون بأنفسكم في قابل الأيام بإذن الله تبارك وتعالى لقاءاتنا التي نطمح أن تكونوا بها جميعا بين أيديكم استمارة وزعها الإخوة هذه الاستمارة الهدف منها إيجاد آليات للتواصل إيجاد طريقة سريعة للتواصل وإيجاد آليات لتعميق الحوار لقاء المنتدى سيكون دوريا بشكل واقعي ولكن الحوار الافتراضي بين أعضاء المنتدى يجب أن يكون دائما مستمرا في القضايا الشائكة والأسئلة الكبرى التي يسعى الشباب إلى إيجاد إيجابات واضحة عنها في هذا الزمن المر مرحبا بكم جميعا مرحبا بكم أعمدة لهذا المنتدى مرحبا بكم سواري له ومرحبا بكم رافعين له أنتم الضيوف وأنتم المضيفون فيا مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله خيرا دكتور محمد خير موسى على هذه التلاوة بل على هذه الكلمة الطيبة وجزى الله خيرا الأستاذ الحافظ عمار سقر على التلاوة المباركة التي أتحفنا بها في افتتاح هذا الملتقى الطيب بالشعر المعبر أيها الإخوة والأخوات والكلمات الثائرة تشحذ النفوس والهمم وما أجمل أن يكون الشاعر ملتصقا بقضيته وأمته وثقافتها يعبر عنها عن آمالها وآلامها بين مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين القصائد الثورية الناطقة يحلق بنا شاعر الثورة السورية المغضومة الدكتور أنس الدغيم فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم خلقت كما أنا هم صنفوني فقالوا أشعري شافعي وأقسم أنني ما كنت يوما لأعرف كيف أني أشعري وضوء مالكي غير أني إذا صليت صلاحا بلي دمشقي من الصحراء قلبي صحابي وعقلي تابعي كتاب الله دستوري ونهجي وأستاذاني لي نص ورأي ولم أقرأ كتابا لابن حزم وفي قلبي فقيه ظاهري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قراءة الثانية سأقرأ عليكم قصيدة الغار وهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أكتفي بقصيدة قصيرة حتى لا أشغلكم عن أستاذنا وشيخنا فمن قصد البحر استقل السواقية لست احتمالاً لست احتمالاً ولا نسياً ولست سدى أنا وأنت دم يستعمر الجسد وموقنان بأن الأرض من خشب إن لم تكن أنت فيها أو أكن بلداً وأن ما كان مما كان من دمنا يا أنت يوم التقى الجمعان محض هدى وأننا لم نكن يوماً هوات دم لكن هويناه حتى لا يضيع السدى كنا معاً حين كان الغار يجمعنا وقلت لا يحزن القلب الذي اعتقد زملته بيقين الأنبياء إلى أن ضمه الماء بعد الماء فابترد وكان في الغار ميلاد لقافية وكانت الساعة المثلى لأن نفدى في ذروة الجبل الفضي قلت لنا آن الصباح لقلبينا فغمت ندا في الجنة البكري لي تفاحة ولها لو أنها نسيتني لم أعش أبدا ولا حملت لهذا الكون أو حملت قلوبنا الحب والتفاح والبرد جئنا فعلمت الأشجار لوعتنا وغنت الطير إلا واحدا واحدا مردا لأنني أنا لم يسجد ولم أره في الساجدين وطيني ضاء واتقد مذفارة مذفارة النور هذا الكون قمت إلى بحري أشد عليه اللوحة والوتد في ساعة البدء كان البحر ملتطما ناديته يا بني يركب فما رشدا لا يعصم الجبل الجودي وافده ما لم يكن بحبال الله معتطدا مذفارة النور هذا الكون قمت إلى بحري أشد عليه اللوحة والوتد في ساعة البدء كان البحر ملتطما ناديته يا بني يركب فما رشدا لا يعصم الجبل الجودي وافده ما لم يكن بحبال الله معتضدا إني أنا البحر والطفان من ركب سيولدون غدا أو يكبرون غدا لا أكتب الشعر إن الشعر يكتبني فحين تقرأ شعري تقرأ الكبد أنا الموزع في أوجاع خارطة تمتد حتى إلى أن لا يظل مدى هناك عند حدود الصين أزرعني قمحا ليأكلني في الغرب من فقد قلبي مشاع لكل النازلين به كأنه والد الدنيا وما ولد لو أن شاة بأقصى الأرض قد عثرت سئلت عنها وذابت أضلعي كمدى ومنذ قدمت للرحمن سنبلة جعلت قلبي لكل الطاعمين فدا فإن مددت يد النحوي لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا قسمت قلبي على مليار مئذنة فحيثما أذنت أجزاؤه سجدا شكرا للدكتور أنس على هذه الكلمات المعبرة وكما عودنا شاعرنا الدكتور أنس الدغيم مسلمون نحن أم إسلاميون إخوان المسلمون أم سلفيون سلفيون جهاديون أم علميون حنابلة أم أحناف أم شافعية مع الخروج على الحاكم أم ضدها معتدلون أم متطرفون نحن مع الشريعة والخلافة أم العلمنة والقيم الغربية ماذا نريد وماذا تريد ما هو همنا وما هي أهدافنا لماذا نعيش كل هذه المآسي والتحديات كيف يمكننا أن نتصرف من أوصلنا إلى هنا من نحن من أنا من أنت ماذا نريد كيف السبيل إلى الخلاص إلى اليقين إلى ترسيخ الإيمان والاطمئنان لانتمائنا وهويتنا كيف يمكن أن نوازن مسيرتنا بين التطرف والإلحاد بين الإفراط والتفريط بين اليأس والإحباط بين واقعنا وحالنا وبين الأمل بمستقبلنا من نحن ومن أنا ومن أنت ومن أنت أسئلة كثيرة تجول في خواطر شبابنا اليوم مع تطور التحديات التحديات في هذا العصر وتطور أدواته أيضا وسط الأمواج المتلاطمة لابد أن نستمع لكلام أهل العلم يا سادة العلماء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد عندما تكثر الأسئلة وتبحث عن أجوبة لابد أن نستمع لكلام قيم من فضيلة شيخنا العلامة الفقيه الشيخ محمد الحسن ولد الددو فليتفضل مشكورا مأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولنا والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذه الفرصة المباركة التي نراجع فيها تصورنا حيال ديننا والكون الذي نحن فيه من أين جئنا ولماذا أتينا وماذا علينا هذه أسئلة كلها يختصرها هذا السؤال الذي سمعتم وهو من أنا إننا لم نخلق أنفسنا ولم نشاور في خلقتنا وإنما خلقنا رب غني عننا خلقنا وكان قادرا على أن لا يخلقنا فهو يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وقد قال سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا خلقنا في أحسن تقويم كرمنا بأنواع التكريم خلق أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض وكرمنا نحن بعد ذلك بأنواع التكريم فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أرسل إلينا الرسل لإنارة المحجة وإقامة الحجة أنزل إلينا الكتب للدلالة على ما لم تصل إليه عقولنا ولهذا قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله العقل وحي من الداخل والوحي عقل من الخارج ولما كان العقل وحيا من الداخل حصل فيه التناقض والاختلاف ولما كان الوحي عقلا من الخارج بُرِّئ من التناقض والخلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سخر الله لنا هذه الأرض وخلق لنا ما فيها جميعا وامتنع لنا بذلك فقال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال ابن عباس إما اعتبارا إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا ما في الأرض جميعا خلق لابن آدم فهو نكتة العالم وذلك ثلاثة أقسان ما خلق له انتفاعا ينتفع به كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وهذه الأربع هي التي تعحد الله بها لآدم في جنته الأولى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى أي لا تبرز للشمس وهذا السكن فهذه الأربع إذن هي أصول المنافع ضمنها الله ليبنى آدم في جنته الأولى ثم بعد ذلك كانت المنافع التبائية اللاحقة المكملة لهذه فما في الأرض مما ننتفع به من المأكلات والمشروبات والملبوسات والمسكونات ومكملاتها داخل في القسم الأول وهو ما كان انتفاعا القسم الثاني ما كان اعتبارا فلا بدنا ندرك أن الإنسان ليس كائنا بسيطا الإنسان كائن مركب ركبه الله من ثلاثة عناصر العنصر الأول منها من تراب وهو هذا الجسم والعنصر الثاني الروح نفخة غيبية من أمر الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والعنصر الثالث العقل الذي شرف الله به الإنسان على سائر الحيوانات وأقام به الحجة عليه ليعرف به ما خلق من أجله وليستقيم به على منهج الله جل جلاله هذه العناصر الثلاثة كل واحد منها يحتاج إلى تغذية مخصوصة فالبدن تغذيته فيما ينتفع به من المذكرات السابقة إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى لكن الروح لها تغذيتها ولها علاجها إذا مرضت ولها سكنها ولها لباسها فهي محتاجة لكل ذلك كما يحتاج البدن إليه وتغذية الروح إنما تكون بالذكرى فالإنسان في هذا العالم المائجي المتموجي وتلك الأيام نداولها بين الناس هو عرضة للغفلة والنسيان فينسى نفسه وينسى لماذا خلق وينسى مشاريعه الكبرى التي هو جزء من أدواتها ووسائلها فيحتاج إلى الذكرى والذكرى هي تغذية القلوب وإذا فقدتها ماتت هذه الذكرى إنما تصلح لها القلوب الكبيرة التي حدثنا عنها الأستاذ أنس الآن القلب الكبير الذي يستوعب العالم من أطراف الصين إلى نهاية العالم الإسلامي هذا هو الذي يستوعب الذكرى ولذلك الناس في الذكرى على أربعة أقسام القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى بآذانهم وينفرون منها كما يفرون من الأسد وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة والقسم الثاني يتحملون سماع الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب لأن القلوب قد طبع عليها وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم القسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض إذا سمعوا مذكرا يعجبهم نسبه أو شكله أو مستواه أو هو من جماعتهم وتصنيفهم ولو كان هذا التصنيف غامضا كما بيّن لنا أخونا أنس الآن في مذهبيته فإنهم يستطيعون السماع منه وإذا قام غيره أعرضوا عنه وانصرفوا وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بمرض أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لولا معناها هل لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لا يعترضون على القرآن ولكن يعترضون على من أنزل إليه كأنهم هم أهل الاختيار فيقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فأجابهم الله فقال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فقط بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضان سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون القسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من الحق ولا يضرهم ما فيها من الباطل وهؤلاء هم المؤمنون المبشرون ببشارة الله فقد قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فهذه الذكرى إذن هي تغذية قلوبنا ونحن محتاجون إليها وكذلك تغذية العقول هي بالعلم الذي هو أول ما أمرنا به أول ما جاءنا من الأوامر السماوية معشر هذه الأمة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلذلك تغذية العقل إنما تكون بالعلم كما أن تغذية الروح إنما تكون بالذكرى وتغذية البدن إنما تكون بغذائه المعروف فلذلك قال ابن عباس إما انتفاعاً وإما اعتباراً وذلك ما نتعظ به في هذا الكون من عجائب تصريف الله به من الأمور التي لا نفعلنا فيها ولا ضر ما نرى من النباتات التي لا تنفع في تغذية الناس ولا في دوائهم ما نرى من الحيوانات البحرية والبرية التي لا نفع فيها ولا ضر ما نشاهد في هذا الكون من المجرات والكواكب والعجائب التي لا نصل إليها هذه كلها خلقت لنا اعتباراً القسم الثالث ما خلق لنا اختباراً وهو ما في هذا الكون من ما هو ضار الموت الموت مصلحة بني آدم فلو لم يكن الموت لازدحم العالم ومنذ نشأة هذا الكون بالبشر فلم تسعهم الأرض ولم تسعهم هواؤها ولا ماءها ولا غذاؤها ولم استطاعوا التعايش بحال من الأحوال فلذلك أنعم الله عليهم بنعمة تسمى الموت وهي مكروه مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت لكن مع ذلك يحتاج إليها الناس فهي اختبار له الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنوا عملاء هذا الاختبار وكذلك ما في الأرض من الضوار الأخرى كالأوبئة والأمراض والسموم والوحوش الكاسرة والسباع هذه كلها خلقت لمصلحتنا للاختبار يبتلين الله بها ولذلك مثلا اليهود عليهم لعنة الله حكمة الله في خلقهم ومصلحة أهل الأرض في خلقهم لابتلاء فهم ابتلاء ابتل الله به أهل الأرض ولذلك فهم أعداء الله من خلقه قالوا يد الله مغلولة غلة إيديهم ولوعنوا بما قالوا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهم أعداء رسل الله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وهم أعداء ملائكة الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين هم أعداء رسل الله هم أعداء كتب الله يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون هم أعداء المؤمنين لتهدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود هم أعداء الاقتصاد أكالون للسحت وأخذهم الربا وقد نهوا عنه هم أعداء البشرية كلها ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين هم أعداء محمد صلى الله عليه وسلم أشرف البشرية وأسكاها وأسماها وأتقاها وأخشاها هم أعداءه وحاولوا قتله خمس مرات ووضعوا له الصم في الشات ولم يزالوا على عداوتهم له إلى وقتنا هذا إلى نهايتهم إلى آخره ولو آمن به عشرة لآمنوا جميعا كما بيّن ذلك هو صلى الله عليه وسلم فحكمة الله في خلقهم لابتلاء فإذن خلق لنا ما في الأرض جميعا انتفاعا أو اعتبارا أو اختبارا ثم بعد ذلك ألهمنا طريقنا فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا بلزوم الطريق المستقيم أو الضلال عنه فقامت علينا الحجة أقام الله علينا الحجة بآياته المسطورة وآياته المنظورة فآيات الله المسطورة الوحي المنزل وآيات الله المنظورة عجائب هذا الكون وبينهما تكامل وتآزر فالآيات المنظورة تؤكد الآيات المسطورة وتشهد لصحتها كما قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق في خلق السماوات والأرض وفي أنفسهم في أصل خلقتنا وفي أنفسكم أفلا تذكرون في أنفسنا فلا تبصرون فلذلك يرين الله هذه الآيات لنعلم أن القرآن حق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فهذا شاهد على صدق ما جاء في القرآن فكانت الآيات المنظورة مؤازرة مؤكدة لصدق الآيات المسطورة احتجنا إلى أن يمتحنا لله سبحانه وتعالى في هذه الدار لنعرف عقبانا في الآخرة فجعل الله لنا صراطا سويا في هذه الدار وهو المحجة البضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وهي صراط دنيوي معنوي هو تمثيل للصراط الأخروي والصراط الأخروي حسي وهو جسر منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد سبعون ألفا في النار يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمرك البرق الخاطف ومنهم من يمرك الريح المرسلة ومنهم من يمرك أجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمرك الرجل يشتد عدوى ومنهم من يزحف على مقعدته فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم وبقدر استقامة الإنسان على هذا الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي فهذا الصراط الدنيوي يمثله الرسول صلى الله عليه وسلم بلاحبن طريق معبد بين السورين وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور وفي كل باب داع يدعو إليه وفوق السورين منادي الله ينادي يا عبد الله لا تلجي الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه فالصراط السوي بين السورين والأبواب المفتحة هي بنيات الطريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم مصاكم به لعلكم تتقون وهذه السبل تنقسم إلى قسمين ذات اليمين وذات الشمال فذات اليمين جهة التشدد والإفراط والمبالغة والغلوب والزيادة في الدين وجعل الإنسان نفسه حكما على الآخرين وهذه الأبواب مهلكة من سلكها فقد ضل على الصراط السوي وسيقعوا من تلك الأبواب في أحداب نيات الطريق والمنادي يقول يا عبد الله لا تلجي الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه وذات الشمال فيه الأبواب الأخرى وهي أبواب الإفراط التفريط والنقص والميوع والتخلص من ربقة التكليف والفسوق والعصيان والوقوع في المعاصي والمناهي وهذه أيضا عليها ستور من ستر الله سبحانه وتعالى وداع الله ينادي يا عبد الله لا تلجي الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه فمن دخل فيها فقد أشرف على الخطر من أحد هذه الأبواب وهؤلاء الذين يدعون إلى هذه الأبواب هم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها فهم يدعون إما إلى التشدد والإفراط والمبالغة وإما إلى التنازل والتفريط والنقص وكلا الجانبين مذموم فالممدوح هو الوسط السوي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا وكس فيه ولا شطط وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله فقد ارتضاه الله معياراً نقيس به الحق فمن كان أقرب إلى منهجه وسنته فهو ناجل ومن ابتعد عن ذلك ولم يرض به فهو هالك قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فمن كان يرجو الله واليوم الآخر ما له طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى ومن عدل عن هذا الطريق فهو هالك ولا يضر إلا نفسه وهذا الطريق يلزم أن نسلكه لكن بآدابه هو وقوانينه فلذلك أجابنا على هذه الأسئلة فيما يتعلق بالسؤال الأول المركزي وهو من أنا قال ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين هذا الجواب إنني من المسلمين إنني من المسلمين حددت انتمائي لهذا الدين ولهذه الأمة وشعرت بأنني غير فرد وأنني محتاج إلى عمل جماعي مشترك وحددت وظيفتي دعا إلى الله وعمل صالحاً فأجيب هذا السؤال إجابة كاملة كذلك هذه من ناحية الفكرية من ناحية السياسية كان جواب هذا السؤال في قوي الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فقد حدد الله لنا انتماءنا السياسية والعملية في حزبه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقد وظفنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وظيفتين فنحن يتينا هنا غربا أتينا غرباءه بطابنا آدم وأمنا حواء إلى هذه الأرض في رحلة هذه الرحلة جاء بتأشيرة لجميع أفراد البشرية مدة التأشيرة محددة والعمل المطلوب منها محدد فمن أتقن هذا العمل خلال مدة التأشيرة نجا وكان عمره مستغلا في ما ينجيه ويرضيه ومن لم يستغل هذه التأشيرة حتى انتهت رجع خائبا ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ولذلك لا بد أن نفكر جميعا بأن وجودنا في هذا العالم هو مثل وجود المسافرين في قاعة المغادرة هذا ينادى على رحلته الآن عند البواب رقم كذا فيستعد الآن للخروج وهذا ينظر إلى الشاشة فيرى أن رحلته بقي عليها عشر دقائق وهذا بقي على رحلته نصف ساعة وأكثرهم بقي على رحلته ساعة أو ساعتان أو ثلاث ساعات فقط لكن نحن جميعا ذاهبون عن هذه الدار سنتركها ونترك ما خولنا الله فيها وراء وهورنا ولنا مهمتان لا بد من أدائهما قبل مفارقتها هما قومتان لا بد أن نكون قوامين بهما القومة الأولى قومة العبادة وهي مشتركة بين الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه القومة الأولى هي ثاني ما فرض علينا ثاني ما فرض قول الله تعالى يا أيها المزمّل وقم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه وردت للقرآن ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِيَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا شِئَةَ اللَّيْلِهِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوْمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا هذه قومة الأولى قومة العبادة والقومة الثانية هي ثالث ما فرض علينا بعد العلم والقومة الأولى شاءت القومة الثانية يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالْرُجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ القومة الثانية هي قومة القيام بالقسط والعدل في الأرض والسعي لتعبيد الناس لربهم وتحريرهم من الأغيار والسعي لهدايتهم إلى منهج ربهم جل جلاله والاستقامتهم على هذا المنهج القومة الأولى مؤقتة بوقت يا أيها المزمل وقوم الليل ذكر الوقت واستثني منه إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وأيضا في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ذلثي الليل ونصفه ذلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه القومة الثانية غير مؤقتة بوقت يا أيها المدثر قم لم يقل قم النهار ولا قم الليلة بينما الأولى قال قم الليلة وهنا قال قم فأنذر هذه القومة غير مقيدة لا بالعمل وهو النذار والسعي لهداية الناس إلى سبيل الله هذه القومة لا يمكن أن يؤديها الإنسان ولا أن يحسنها إلا إذا حقق خمسة شروط هي شروط القومة الثانية الشرط الأول ولربك فكبر تعظيم الله جل جلاله في القلوب أن نملأ قلوبنا بمهابة ربنا وإجلاله والأدب معه وهذا الذي هو نتاج معرفتنا به فالرب جل جلاله من حقه علينا أن نعرفه وهذا أول ما يجب على كل مكلف معرفة الله ثم بعد ذلك محبته وأسباب المحبة خمسة السبب الأول الجمال فكل جميل محبوب والرب جل جلاله هو المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال وهو جميل يحب الجمال جل جلاله السبب الثاني من أسباب المحبة اللطف إحسان التعامل والرب جل جلاله هو اللطيف الرؤوف الرحيم الذي لطف بنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا مكث كل واحد منها تسعة أشهر وهو يسبحه بركة ماء والرب جل جلاله بلطفه يمنع هذا الماء أن يدخل في أنفه أو حلقه أو أذنيه أو عينه يلطه به لطفا دقيقا عجيبا هذا الحبل السري هو سبيل الوصول إلى الجنين منه يدخل إليه الاكسوجين ومنه يدخل إليه الغذاء ومنه يدخل إليه كل ما يحتاج إليه وهو أيضا المخرج لكل فضلاته فكل فضلاته ليس لها مخرج إلا الحبل السري فهو مثل عرق البذرة البذرة عرقها هو الذي يدخل إليها الهواء وذرات الشمس وما تحتاج إليه وهو الذي يخرج فضلاتها وما يؤدي إلى الشطارها وانقسامها فكذلك هذا من لطف الله العجيب بنا بعد أن أخرجنا من بطون أمهاتنا وجدنا هذه الأرض مهادا قد مهدها الله بهوائها ومائها وإغذائها وأشجارها ونباتها وكل ما فيها كل ذلك ميسر مهيئ للسكناء والعيش الكريم فهذا هو اللطف وكل لطيف حسن التعامل محبوب والرب جل جلاله هو اللطيف والرحيم الكريم السخي الجواد فيستحق المحبة من هذه الحيثية السبب الثالث من أسباب المحبة الإحسان فكل من أسدى إليك معروفا إذا كنت صاحب مروءة ونخوة تحبه من أجل سابق معروفه وهذا الرب جل جلاله ما لديك أي نعمة ولا أي إحسان إلا من قبله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون أنت من خلقه خلقتك من خلقه هدايتك من خلقه إيمانك من خلقه كل ما لديك من نعمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فهذا سبب من أسباب محبته سابق إحسانه إليك السبب الأخير من أسباب المحبة هو الخامس العلاقة كل من بينك وبينه علاقة تحبه من أجل هذه العلاقة ولدك الصغير الذي ليس جميلا ولا خلوقا ولم يسدي إليك قط معروفا ونسينا طبعا نحن تجاوزنا الرابع الرابع الرجاء السبب الرابع ما ترجوه منه فكل من ترجوه منه خيرا تحب له نعمته وتحب طول عمره حتى يقضي لك حاجته هذا الرب هو الذي ترجوه منه كل خير ولذلك قال سبحانه وتعالى وإن يفسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يفسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال وإن يفسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فرجاءنا كله متعلق بربنا جل جلاله ولا بد أن تنقطع أن ينقطع الرجاء بالكلية عمن سواه لأن الإنس والجن يموتون والخلائق جميعا من علق بهم أملا وجدهم فقراء ووجدهم أهلاء بخل كما كان في النجاء العالمي الذي أعلنه لنا ربنا فقال يا أيها الناس ضرب بثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يقول أحد العلماء لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ويقول المكودي ورحمه الله إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد ويقول جدي محمد علي رحمة الله عليه لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ثروة مني وإفلاسي ولا أرى الرزق إلا عند خالقه ولا أضيف أمور الله للناس ويقول إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج فلذلك هذا الرجاء من علقه بالله سبحانه وتعالى لا يخب أبدا السبب الخامس وقد قدمته قليلا وهو العلاقة كل من بينك وبينه علاقة تحبه من أجل تلك العلاقة سواء كانت نسبية أو سببية هذا ابن عم وهذا ابن خال وهذا زميل في الدراسة وهذا شريك في العمل تحبه من أجل هذه العلاقة حتى لو لم يكن لذلك سبب من الأسباب الأربعة السابقة كما ذكرنا الولد الصغير ولده ليس جميلا حتى تحبه من أجل جماله ولا خلوقا حتى تحبه من أجل خلقه ولم يصدي إليك معروفا حتى تحبه من أجل سابق نعمته ولا ترجو منه في المستقبل شيئا لأنك كبير السن وهو صغير تموت قبل أن يكون له تأثير في الحياة ومع ذلك تحبه لماذا؟ لعلاقتك به لهذه العلاقة النسبية التي فطر الله الخلائق عليها أهم علاقة لك هي علاقتك بربك الذي خلقك وسواك لا شك أنها أكبر من علاقتك بأبيك وأمك وبأولادك وبناتك وبكل من بينك وبينه علاقة هذه علاقة الرب جل جلاله بعباده هو الذي خلقك على هذه الصورة في أحسن تقويم ولو شاء ما خلقك أصلا أو لخلقك في صورة أخرى لكنه لطف بك فاختار أن يجعلك بشرا سويا أن يجعلك مؤمنا أن يجعلك على هذه الخلقة التامة في أحسن تقويم فلذلك علاقتك به لا بد أن تحافظ عليها تمام المحافظة فهذا كله يقتضي منا محبة لهذا الرب جل جلاله ومعرفة به وتعلقا به وأنسا به واستغناءا به عن من سواه ثم بعد ذلك حدد لنا ربنا جل جلاله الوظائف فالوظيفة الأولى وظيفة العبادة لا بد أن يكون لكل فرد مننا ذكرا كان أو أنثى قصطا من العبادة لهذا الرب الذي عرفناه وأحببناه وعرفنا نعمه علينا هو مستحق لأن يعبد فهو وحده الذي يستحق العبادة ولا يستحقها أحد دونه فلا بد أن نصرف له عبادتنا وأن نتقرب إليه بأنواع التقرب وفي مقابل ذلك نحن الرابحون فقد وعد الذين يتقربون إليه بأن يقربهم أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقد صح في الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وقد عرفنا من العارفين بالله الذين دخلوا المضايق والمشكلات فوجدوا عون الله سبحانه وتعالى ولطفه ونصره كلنا يذكر الغار الذي حدثنا عنه أخونا أنس الآن غار حراء غار ذور غار الهجرة عندما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية اثنين إذ هما في الغار تألب عليه أهل الأرض وأهل مكة يدفعون مئة ناقة لمن يأتي بأي معلومة عنه ومع ذلك يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ونعرف ما حصل لموسى بن عمران عندما أمره الله بالهجرة بقومه من مصر في الليل فلما وصلوا إلى شاطئ البحر وطلع الفجر وانتشر الضياء إذا البحر من أمامهم والعدو من مرائهم وهم مستضعفون لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم فقالوا لموسى إنا لمدركون فماذا كان جواب موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين وهو لا يعرف كيف يكون ذلك لما قال كلا إن معي ربي سيهدين لم يكن يخطر بباله أن هذا البحر سيشق لا يخطر بباله ماذا سيأمره به ربه أو ماذا سيسخر له فأمره ربه أن يضرب البحر بعصاه وهذا أمر هغاية في عدم العلاقة بينه وبين شق البحر العصاه ما تستطيع أن تؤثره البحر لكن بقدرة الله انفلق البحر فكان كل فق كالطود العظيم الجبل الشاهق وخرج موسى وأصحابه يمشون طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وجاء فرعون بجنوده فرأى هذا المشهد على عينيه وهو ينظر فأتبعهم جنوده فلما توسطوا في البحر التطمى عليهم فلم تبقى منهم باقية وموسى وقومه ينظرون هذه حلاوة الوجدان من اللذة أن ترى هلاك عدوك وأنت تنظر سعادة عجيبة لا يمكن أن يلحقها شيء أن يهلك عدوك وأنت تراه لا يستطيع الدفاع عن نفسه بين يديك فحصلت هذه السعادة لموسى وقومه إبراهيم عليه السلام لما تألب عليه أبوه وقومه وبنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم بالمنجنيق قال حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين نوح عليه السلام قال لقومه فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فأنجاه الله ومن معه في السفينة وأهلك الباقي جميعا هود عليه السلام قال لقومه إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فأنجاه الله وقومه من ذلك البأس العظيم هكذا سنة الله في هذا الكون ولا بد أن نستحضر هذه العلاقة والتعلق بالله جل جلاله في طريقنا ثم بعد ذلك لا بد أن نتذكر أن هذه الوظيفة ووظيفة العبادة هي التي تشبع جوعةنا الروحية لكل إنسان جوعة روحية ولا يشبعها إلا تحقيق العبادة لله ولذلك يدرك بها الإنسان سعادة عجيبة حين يفكر في معانيها ويدرك بواطنها وخفاياها يسعد سعادة عجيبة قال الفضيل بن عياض لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدنا عليه بالصيوف هذه السعادة عجيبة جدا يسعدها الإنسان عندما يذوق طعم العبادة لله سبحانه وتعالى والذي يتذوق طعم العبادة لا يمكن أن يمنع نفسه منها إذا جاء وقتها لا يحجزه عنها نوم ولا مرض ولا علة لا بد أن يبادر إليها لأنه ذاق طعمها وأدرك حلاوتها فتعلق قلبه بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان إذا حزبه عمر بادر إلى الصلاة فهذه العبادة ينال بها الإنسان قرة عين لا تنقطع وينال بها لذة لا تعدلها أي لذة من لذات الدنيا لذة الإنسان بشعوره بالقرب عندما ينام الناس وتطفأ الأضواء ويأتي وقت النزول فيأذن الله له فيقوم من نومته ويذكر الله ويتوضأ ويصلي فتنحل عقده وهو يتذكر أن بينه وبين القبلة أقواما منعوا من هذه السعادة حيل بينهم وبينها بالكفر وآخرون منعوا بالفسوق وآخرون منعوا بالغفلة وآخرون منعوا بالنوم وقد أذن لك في هذا الوقت تنال سعادة عجيبة يقول فيها الإمام عبد الحق الإشبيلي ورحمه الله الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى فأقبل عليهم ولذلك من السبعة الذين يضلهم الله بظله وما لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ينال سعادة عجيبة في الدنيا وينال أعظم من هايما القيامة يضله الله بظله وما لا ظل إلا ظله ثم بعد ذلك الوظيفة الثانية هي القيام بالقسط لله سبحانه وتعالى في الأرض ولا يكفي أن يقوم الإنسان بذلك مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشرا بل لا بد أن يكون قواما كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط والقوام كما تعلمون فعال وهو للمبالغة كما قال ابن مالك فعال ومفعال وفعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمليه في فعيل قل ذا وفعلي فلابد أن نكون قوامنا إلا بالقسط وهذا القيام بالقسط يقتضي من الإنسان أن يكون فاعلا من أجل قناعته أنت اقتنعت أنك من المسلمين فأجبت السؤال من أنا فقلت إنني من المسلمين لكن ما تحقيق ذلك ما حقيقة ذلك في حياتك هل تعمل لهذه الفكرة هذه القناعة إذا لم يصاحبها عمل ذهبت بها رياح الصيف فلذلك لا بد أن تحقق انتمائك لهذا الدين بخدمته ونصره ونشره والتمكين له أصل ذلك من الأمور الجماعية التي لا يستطيع الفرد القيام بها ولهذا أمرنا الله بنصرة دينه بعمل جماعي فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله وقال تعالى يا أيها وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المهلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه البجينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدو الله مع الجماعة ومن شد شد في النار وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة وقال لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وقال لا يحل دم مرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة والتارك لدينه المفارق للجماعة وكذلك قال من فارق الجماعة شبرم مات ميتة جاهلية وقال من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقي فيحتاج الشاب إلى أن يرتبط بإخوانه وأن يعلم أن الواحد شيطان وأنه كل ما كان من الجماعة أقرب كان إلى الله أقرب والقرناء الصالحون الذين يدلونه على الله وينهضون بهمته وبعمله هم خير له من كل الناس ولذلك من تخالطهم في هذه الدار ثلاثة أقسام أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا وأخ كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض وأخ كالداء تشقى به ثلاثة أقسام الأخ الذي كالغذاء لا تستغني عنه أبدا هو الذي يعينك على أمور الدين فيعلمك ما جهلت ويذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت وينافسك في الخيرات والمعروف فهذا لا تستغني عنه أبدا ولذلك أمرت بمصاحبته والصبر عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعاشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه القسم الثاني أخ كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض تعرفون الإعلان العالمي المكتوب على كل الأدوية بكل اللغات العالم إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه الدواء لا يستعمله إلا من هو مريض وقد شخص مرضه وعرف أن هذا الدواء نافع له وبقدر الجرعة التي يحددها الطبيب على قدر وزن المريض وقدر المرض الذي فيه فلذلك الأخ الذي ينفعك في أمور الدنيا ولا ينفعك في أمور الدين هو مثل الدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض والأصل الزهادة عما في يده والابتعاد عنه قدر الإمكان لأنه لا ينفعك إلا في أمور الدنيا فهو دواء والقسم الثالث أخ كالداء وهو الذي يشغلك بما لا نفع فيه ولا خير فيه فيمضي عليك كثيرا من الأوقات في غير طائل وهؤلاء هم الأعداء يوم القيامة كما قال الله تعالى الأخ اللاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وكما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ هلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فهذا النوع من الإخوان ما له إلا الجفاء والقطيع يقول جد رحمه الله الناس منهم دواء فاتخذه له إليه تحتاج أحيانا فأحيانا ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه فلست عنه غنيا أينما كان وكم أخي لست محتاجا له أبدا كالداء يشقى به الإنسان أزمانا لكن إذا أردت الصحبة الصالحة فاعلم أن لها آدابا كذلك وشروطا لا بد من تحقيقها فالعمل الجماعي لنصرة الدين والصحبة في الله سبحانه وتعالى يشترط لها أربعة شروط الشرط الأول الفتوة والمقصود بها قابلية الإنسان للانتفاع من الغير ولنفع الغير أن لا يكون الإنسان انزوائيا وأن لا يكون إقصائيا فالانزوائيا على نفسه لا ينتفع من غيره والإقصائي الذي لا يريد أن ينفع غيره لا نفع فيه فهذه الفتوة شرط لا بد منه الشرط الثاني الإيمان فكل من يؤمن بقضية لا يمكن أن يضحي بدمه من أجلها والشرط الثالث الالتزام فمن ليس ملتزما يقع في مناه الله في كبائر الإثم والفواحش يقصره الفرائض هذا لا يمكن أن يوثق به فقد ضيع حق الله وهو أولى فلا يمكن أن يثق أحد بعلاقته به وأنه سيفيله بأي التزام أو بأي وعد الشرط الرابع الشجاعة والمقصود بها أن يكون الإنسان صاحب قرار في نفسه أن يكون الإنسان صاحب قرار في نفسه ليس عليه ضغوط فلا يهاب ولا يخاف ولا يطمع في غير الله هذه الشروط الأربعة حققها أصحاب الكهف فيما حدثنا الله به عنهم فقال إنهم فيتية هذا الشرط الأول آمنوا بربهم هذا الشرط الثاني وزدناهم هدى هذا الانتزام الشرط الثالث وربطنا على قلوبهم هذه الشجاعة وهي الشرط الرابع إذ قاموا هذه القومة الثانية التي هي قومة الدعوية يحتاجون في قيامهم إلى مرجعية لأنهم عدد من الناس وكل عدد من الناس تعاونوا على أمر ما لا بد لهم من مرجعية سواء كانت عقدا مكتوبا من الشركات أو الدساتير التي هي عقد اجتماعي أو غير ذلك يحتاجون إلى مرجعية المرجعية إما أن تكون شخصا وإما أن تكون وذيقة فالمرجعية التي هي شخص عرضة للذهاب والزوال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإم مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين فالأولى المرجعية الوذيقية التي هي وذيقة والوذائق لهذا العمل الجماعي أهمها وذيقتان وذيقة المنهج الفكري التي تحدد لنا رؤيتنا وتمنع خلافنا عند المسائل التي يمكن أن يقع فيها الخلاف والوذيقة الثانية الاستراتيجية العامة التي تحدد لنا أولوياتنا وتحلل لنا أهدافنا وتبين لنا الفرص والمخاطر في البيئة المحيطة بنا وتبين لنا نقاط القوة ونقاط الضعف فينا فهذه هي الاستراتيجية العامة هاتان الوذيقتان حققهم الله لأصحاب الكهر أول وذيقة وذيقة المنهج قال فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى هذا الحد هذه وذيقة المنهج وذيقة المنهج حسمت في العلاقة بالله وفي العلاقة بالناس بالمجتمع في العلاقة بالله ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا العلاقة بالمجتمع هؤلاء قومنا لم يقلوا هؤلاء أعداؤنا أو هؤلاء لا نبالي بهم أو هؤلاء لا علاقة بيننا وبينهم قالوا هؤلاء قومنا فنبدأ أولا بالقاسم المشترك بيننا وبينهم قومنا ثم نذكر ما يميزنا عنهم اتخذوا من دونه آلهة ثم بعد ذلك نحن لا نحتكر الحق ونحن قابلون للحوار في كل مسألة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين معناه هل لا يأتون عليهم بسلطان بين وهذا مستحيل فلذلك قالوا فمن أظلموا ممن افترى على الله كذبا لا يستطيعون أن يقيموا عليهم حجة هذا هو المنهج جاءت الوثيقة الثانية حددت الأولوية وهي تربية أنفسنا ومنعها من الانزلاق في هذا البحر الهائج المائج من الشبهات والفتن فنحتاج إلى ما يثبتنا على الطريق السوي هذا لا يكون إلا بتربية أنفسنا والإنسان قابل للنماء والزيادة يقبل النماء في جسمه ويقبل النماء في روحه ويقبل النماء في عقله وهذه الأقسام الثلاثة على أساسها جاءت عناصر الدين الدين ثلاثة عناصر والإنسان ثلاثة عناصر الإنسان بدن وعقل والروح والإسلام إيمان وإسلام وإحسان فالإيمان خطاب العقل والإسلام خطاب البدن والإحسان خطاب الروح فاتلف الدين والإنسان اتلافا كاملا فلذلك يحتاجون إلى التربية التي تسمو بها نفوسهم وترتفع فقالوا فأووا إلى الكهف هذا المحضر التربوي أو نسميه منتدى الشباب هو الكهف الذي يأوون إليه ليحققوا هذه التربية لأنفسهم فأووا إلى الكهف هذه التربية لا شك أنها يحتاج بها إلى أعداد يسيرا تحقق الأخوة والتآلف والتعارف فيما بينها هذا العدد الأصل أن يكون وطريا لأنه إذا كان شفعيا لم نستطع حسم الخلاف فيه وإذا كان وطريا حسم الخلاف فيه بالأصوات لكنه يتقيد بالظرف الأمني المحيط به فإن كان الظرف ضيقا جدا فأنسب الأعداد للتربية ثلاثة ثلاثة إذا كان متوسطا هأنسب الأعداد خمسة خمسة إذا كان متسعا فأنسب الأعداد سبعة سبعة سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يحسم الله في هذا الأمر فوكله إلى الظروف ولكل أهل بد مدينة أصحاب كهفهم ولهم كهفهم لكن مع كل عدد ذكر عنصرا ثابتا وسنفتتح به الحوار عشان الدكتور فما هو العنصر المصاحب لكل هذه الأعداد الثلاثة من يستعد الجواب هذه الأعداد الثلاثة كل عدد منها ذكر معه عنصر زائد على العدد تفضل الكلب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ما هو هذا الكلب لماذا يرمز هذا يرمز للإحتياط الأمني وأخذ الحذر يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وإذا كنت فيهم باقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من مرائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله فكون فهذا الكرب يحتاج إليه مع كل الأعداد تغطي لكل ذلك ثم بعد ذلك لا بد من برنامج تربوي نتربى عليه وهذا البرنامج الأصل أن يكون مختصرا أعداد محددة أربعة أعداد خمسة أعداد ثلاثة أعداد عددان شيء محدد تضبطه وتستقم عليه برنامج أصحاب الكهف نقطتان فقط قيمتان يريدون إضافتهما إلى أنفسهما قيمة الرحمة وقيمة الرشد قيمتان يريدون من خلال البرنامج التربوي أن يرسخوا في أنفسهم الرحمة وأن يرسخوا في أنفسهم الرشد فالرحمة تؤدي إلى ائتلافهم وتعاونهم وإخائهم فيما بينهم والرشد يؤدي إلى إحسار تصرفهم مع مجتمعهم ومؤسساتهم فلذلك قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة هذا الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذا الرشد وكذلك رسخوا هاتين الفكرتين في أذهانهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته هذا الرحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقاء هذا الرشد هو الرفق كل تربية تحتاج إلى الحوار كما ذكر الدكتور ولا يمكن أن تكون مجرد إلقاء ممل مخل فنحتاج إلى أن نسمع حتى نعلم هل الجمهور يتفاعل ما هي أولوياته ما اهتماماته قد يكون بعضهم يقول مللنا من سماع هذا النذر فنريد سماع الشعر فيتقدم شاعرنا فيلقي فيحتاج إلى تفاعل مع الجمهور هذا التفاعل قال الله به وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فكل واحد سيطرح السؤال الذي يريد أو يسأل هو فيجيب الجواب الذي يريد يتساءل بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعضا يوم قالوا ربكم أعلموا مما لبثتم فابعثوا أحدكم جاء وقت العمل فلم يقولوا هنبعثوا جميعا بل قالوا فابعثوا أحدكم لماذا نعم ليلا يتعرضوا لمشكلات أمنية وغيرها فابعثوا أحدكم هنا قالوا فابعثوا أحدكم ولم يقولوا لا يصلح لها إلا الدكتور محمد خير قالوا فابعثوا أحدكم أي واحد يمثلني إشارة إعجاب لأنه قد زالت عنهم البغضاء والشحناء وتآخوا وتآله فأصبح كل واحد يمثل الجميع فلذلك قالوا هبعثوا أحدكم بورقكم هذه الاشتراكات مالية لابد منها فيما بينهم وهذه الاشتراكات مضبوطة حاضرة ليس فيها دين ودليل ذلك أنهم قالوا هذه وهذه إشارة اسم إشارة والمشارة إليه لابد أن يكون حسيا ما يمكن أن نقول هذه لشيء في الذمة فما في الذمة لا يشار إليه فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذا مكان صنع القرار والمؤسسات التي لابد من اختراقها وانتفاع بها إلى المدينة المدينة سيذهب إليها لكن ليس معنى ذلك أننا نتصدق به على المدينة بل هو مرسل لمهمة فليأتكم برزق منه هذا الخط بين يديه دائما في كل مهمة ذهب فليأتكم برزق منه كثير من الغرباء يخرجون من أوطانهم بنية الهجرة الدائمة والانقطاع فلا ينفعون أوطانهم وينسون أهلها وينسون ما كانوا فيه فهؤلاء يتصدقوا بأنفسهم على مجتمعات أخرى لا هذا ليس هو الخط الصحي الخط الصحي فليأتكم يرجع برزق منه فلذلك قالوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هنا جاء التفويض والتفويض ملكة إدارية مهمة جدا ويحتاج إليه بكل أمور ولا يستطيع الإنسان أن يشعر بشخصيته واعتباره إذا كان تحت الأوامر في كل صغيرة وكبيرة يحتاج إلى أن يفوض فيتخذ هو القرار المناسب الذي يراه فلذلك قالوا فلينظر فهو مفوض فلينظر مهمته الآن هي إحضار طعام وله فيه ثلاث نظرات النظرة البرزواجية تقتضي فلينظر أيها أشها طعاما النظرة الثانية النظرة الاقتصادية وهي تقتضي فلينظر أيها أرخص طعاما النظرة الربانية فلينظر أيها أزكى طعاما وهذه التي اختاروا له فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه شيء يسير ليس فقط ما يكفي لأنه إذا جاء بكل ما في السوق فسيثير اتباها وستكون علامة استفها برزق منه ثم بعد ذلك يحتاج إلى وصية فوصوه بوصيته الوصية الأولى وليتلطف لا بد أن يتلطف في التعامل مع الآخرين يا غريب خليك ديب كما يقول إخوان المصريون لا بد أن يتلطف في تعامله مع الناس فهو جاء لمهمة فلا يشغل بالإشكالات ولا يعرض نفسه للمشكلات فهو في غيرنا هذا جاء من أجل مهمة محددة ولا يلتفت إلى ما دونها وليتلطف الوصية الثانية ولا يشعرن بكم أحدا قالوا ولا يشعرن ولم يقولوا ولا يخبرن ولم يقولوا ولا يعلمن قالوا ولا يشعرن مجرد إشعار وقالوا بكم أحدا ولم يقولوا بكم عدونا أو شرطتنا أو أمنا قالوا لا يشعرن بكم أحدا أي كان سواء كان منكم أو من غيركم فالمهم ليس الدفاع عن أنفسهم بل المهم الدفاع عن مشروعهم وبقاؤه واستمراره فلهذا قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا قد حضر الدكتور فأراد الحوار وله ذلك شكرا شكرا بارك الله بك السؤال مفهوم بارك الله بك ليس كذلك فالنصوص لا توضع إلا في محلها والنصوص التي ذكرت في الصحيح هي متعلقة بالخلفاء الراشدين المهديين ولا تتعلق بكل حاكم لو كان كذلك لكان المستعمر الغازي الكافر أيضا نفس الشيء ما الفرق بينه وبين هؤلاء هؤلاء ليسوا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هم خلفاء الاستعمار وهذا الفرق وقياسهم على الخلفاء هو مهل قياس الخمر على اللبن قياس مختلف تماما أبدا جواب واضح السؤال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بك وآله الله يكرمك قسم سؤال واحد فقط قسمه اليوم قسم بكسة بالجوم في سوريا قمت المئة شب على إطرانزيم القاعدة اسم السلفية الجهادي أنا لا أعرف لكن هذا الأمر ممكن أن أرداء رجعا سوريا لأن أقسم لك هذا السؤال شبابك في سوريا الآن تقنى بإسم السلفية الجهادي والسلفية العمية والترانزيم القاعدة بمماركة أمير الزواهي منظر في جباز الهداء واضح بارك الله بك بارك الله بك الموقف حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام فقال أيضا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فلا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم فاشهد فلذلك الاعتداء على أرواح المسلمين من أكبر الجنايات بعد الشرك بالله ولهذا قال الله تعالى ومن يقتر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نعم أعطيبا على هذه النقطة وهذه الفكرة ما شاهدنا المسألة أن كثوة العنوين اليوم كثوة القصائل وكل فصيل له تاضي شاعي وكله يستمد على آية ونص فهنا يعني يحصل مثل حالك فيه لدى الناس لا بالنسبة للغلط في هذا هو أن يتي إنسان بايعه مجموعة من الناس فيظن أنه أصبح خليفة عن رسول الله هو لا يلزم بطاعته إلا الذين بايعوه ولا يلزمون بطاعته إلا في المعروف فلو أمرهم بقتل مسلمين لما جاز لهم ذلك ولما عذروا وكانوا كلاب النار جميعا يوم القيامة ولو أمرهم بأخذ ماله كذلك لم يجز لهم ذلك وكانوا جميعا مشاركين في الجريمة فالفصائل المجاهدة عدوها في سوريا معروف النظام الطاغي الباغي الطائفي والغزو الروسي وغزو الطوائف التي قدمت من أجل مساعدة هذا الباغي المعتدي لكن قتالهم فيما بينهم يعقل الفتح وهذا سبب تأخير هذا النصر فقد ظلم الشعب السوري ونحن نشهد كانت ثورته ثورة سلمية ولم يرفع السلاح لا في وجه الظالم الذي جثى على صدور الناس وأخذ مقدراتهم كلها مدة طويلة صبروا عليه ولم يرفعوا في وجه أي سلاح حتى كان هو الذي يقتلهم بدماء باردة فهذه الثورة هذه بيعة مؤقتة هي مثل السرايا كما أخذ ضرار من الأزور بيعة على مئة فارس يوم اليرموك ليقاتلوا معه فهو ليس خليفة ولا أميرا ولا قائدا للجيش أصلا وإنما أخذ بيعة مؤقتة على مئة فارس ليحمله ظهره حتى يقاتل ومثل ما أخذ عبد الله بن حضلة الغسيلة على الذين يقاتلون يوم الحرة هذه البيعة ليست بيعة خليفة ولا بيعة رسول الله تعالى ولا بيعة إمام فلا يحل للإنسان أن يبايع أحدا باسم المؤمنين إلا عن روية ومشاورة من المؤمنين وهذا ما أعلنه عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وبيّن أنه عرضة لأن يقتل هو ومن بايعه تغرة أن يقتل نعم سؤال الآخر السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله وإياكم بارك الله بيك بارك الله بيك هذه الأمة هي أفضل الأمم وأنفعها للأمم فقد قال الله تعالى فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مذل أمتي كمذل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره ونحن نعلم أن أفضل القرون أولها لأنهم أكثروا التزاما بالوحي واتساقا معه سيرا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون القرن الذين بعثت بهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لكن القرون المتأخرة لها نصيبها من هذه الخيرية وقد أخرج الترمذي في سننه قال حدثنا أبو بكر الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبيه ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر لما أمر به نجاء فهذه الأمة ستنتصق لكن سنة الله وعدله يقتضي أن لا يقع ذلك إلا بعد موجه وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم انتصار ويوم انحسار لو كان الذين قاتلوا وحصروا في الشعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين حتى كانوا يعصبون الحجارة على بطونهم من الجوع ولا يجدون لباسا يسترون به لو كان أولئك مثل الذين عاشوا في ظلال الخلافة والدولة الوارفة وكان جزاؤهم واحدا لكان هذا نقضا لعدل الله لكن أراد الله أن يكون أولئك المستضعفون حكاما وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سعد بن نبي وقاص رضي الله عنه قال والله إني لأول العرب رما بسهم في سبيل الله ولقد رأيتنا نغزوم عن نبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة وإن أحدنا ليضع كما تضع الشات ما له خلط ثم أصبحت من وأسد تعزلني على الإسلام خبت إذا وضل سعيه وفي حديث أتبة بن غزوان رضي الله عنه قال لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منها أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع ثم لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار فسيأت الفتح قريبا وهو وعد الله فإن الله قال وعد الله الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعد الله لا يخلف الله وعده هذا وعد الله فلابد أن يتحقق هذا الوعد طال الزمان وأقصر والذين ماتوا قبل أن يتحقق هذا الوعد لهم نصيب منه لأن الفرح يدخل عليهم السرور به في قبورهم بالتقارير الإلهية كما قال الله بأصحابه وحدين وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمِ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشَرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْهُمْ عَلَيْهِمْ مَلَاهَمْ يَحْسَنُونَ وَيَسْتَبْشَرُونَ هذا في المضارع يدل على الاستقبال وهو يدل على التشدد والحدوث معناها هم دائما يستبشرون بكل فتح إسلامي بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ هذه المدينة التي نحن فيها غزاها الصحابة الكرام سنوات كثيرة وكان في أحد الغزوات أبو أيوب مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصيب برمية من سهم في ذراعه وكان ذلك وقت الشتاء والبرد ولما اشتد الثلج أذن قائد الجيش وهو معاوية بنبي صفيان بنصراف هذا البعث ورجوعه إلى الشام فلما أرادوا لنصراف بعث جرحه بأيوب وقد قطعوا مسافة فاحتضر فجاءه أمير الجيش فقال إنك قد حضرت جاءك الموت فأوصي فقال أوصي إذا أنا مت أن تشدوا علي لباسي هذا كفنه وأن تحملوني على فرسي وتدعوها تشتد يوما في أرض الروم هذه الأرض كانت سماعة أرض الروم فحيث بلغت فدفنوني قال وما حاجتك إلى ذلك قال لكي أفرح بسنابك خيل المسلمين تطأ قبري أعرف أنهم قد جاءوا فاتحين لما جاء محمد الفاتح لفتح هذه المدينة بحث عن قبر أبي أيوب فوجده عند أسوار القسطنطينية وها هو اليوم الموجود يدخل عليه السرور بكل أذان وبكل فتح وبكل عمل صالح في هذه المدينة يسر به أبي أيوب الأصالي وهكذا سيأتي الفتح فاطمئن إن شاء الله نذهب للأطول الآن في السؤال معكم ترجمة نانسي قنقر أما أنه حاجتك على مدينة ترجمة نانسي قنقر سيتقل وإذا كان الجماعة لا يتعرف بها أشترك فيها وإستيقال ، أنها حاجتك للمدينة للحصول والإعطال من الزق بعد إلى مدينة لسيطة لكل هم لا يتجسس لكم الجماعة فقط لما الحصول بارك الله بك بالنسبة للموضوع الأول الأصل أن يستمع الإنسان إلى كل مذكر إلا من عرف بالفتنة وقصد بذلك تعزيره بحكم قضائي أو بحكم مصلحي أعلنه المسلمون لأن فلانا داعي فتنة وأن الذين يستمعون إليه من الشباب والشابات الذين لا يعرفون جواب هذه الشبهات يصعب عليهم رد ذلك ويؤثر فيهم حينئذ يكون هذا من باب المصلحة لأن الشرع فيه ميزان وسما ميزان المصلحة والمفسدة فإذا تمحضت المصلحة كان هذا الأمر واجبا وإذا تمحضت المفسدة كان حراما وإذا اجتمعت المصلحة والمفسدة نظر بينهما فالمصلحة الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة والمفسدة الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة وهكذا هذا مميزان الشرع والعدل في هذه المسألة أما الموضوع الثاني فمن المعلوم أن الذين يجتمعون على نصرة الله ورسوله يقومون بواجب وأن اجتماعهم وعملهم هو من باب الوسائل وليس من باب المقاصد وأن الوسيلة إذا ترتب عليها المقصد شرعت وإذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع ولكن على الإنسان أن يتهم نفسه وأن يخاف من الفتنة أن تزل قدم بعد ثبوتها وأن يعتصم بحبل الله وأن لا يكل تقدير الأمور إلى عقله هو واجتهاده فله ساعات ضعف كثيرة جداً تصيب الإنسان وهذه ساعات الضعف هي التي تأتي معها الفتنة فصاحب الجنتين ما أتته كارثته ومصيبته إلا وهو ظالم لنفسه قال الله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه متلبس بجريمة في ذلك الوقت فجاءت الفتنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة لم تأتي هذه الفتنة والمصيب الكبير الكارثة بعقيدته إلا وهو ظالم لنفسه وهذه جملة حالية مقرونة بالواو وذلك يقضي أنه في حال دخوله جنته كان مواقعاً فعلي معصية نعم 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 الضابط في هذا أن من يستطيع مواجهة العدو وهو قادر على ذلك وله وسائله وأدواته يصبر ويصابر ويجاهد ومن هو عاجز عن ذلك أو هو غير مكلف بالجهاد أصلاً لضعفه وعجزه فقد جعل الله له مندوحة في الهجرة ولكن مع ذلك الهجرة ليست انقطاعاً بل الهجرة تحمل لأعباء القضية وسعي لنفع أهلها والسعي لمنتصبيرهم وتثبيتهم ونصرتهم بما يستطيعه من خرجه فالذي خرج لا يركن إلى الدنيا ويقول أنا الآن وصلت إلى مكان آمن في نفسي وأهلي وأجمع المال وأستريح لا أنت جئت من جبهة وأنت تمثلها فكن خير ممثل لها ولا تنسى الذين تركت في الجبهة وراءك نعم طيب سنكون مع السؤال الأخير ألو الشيخ عاملو سخر سؤال أخير الآن تلي تختاره هذا الجانب الأيسر ما أعطيتهم كثيراً من حقهم طيب اسمع هذا الشيخ بعد أكل سؤال هذا الجانب ما أعطيتهم حظاً طيب لو تعطيهم سنكون السؤال الأخير من أفورك ثم أفورك سريعاً بس أخصار وسمعه فعليكم السلام ما أعطيتهم الآن خيرية لها الإنسانة لا يخطيع ما أصبع لو أعطي من بداية سؤال شكراً لكم بارك الله بك بالنسبة لهذا السؤال نطرحه جميعاً لأننا نرى كثيراً من المشاريع والجمعيات والجماعات والأعمال وهذه لا يغني بعضها عن بعض حقيقة وكل يحتاج إليه في مكانه وموقعه ووقته ولكن لا بد أن يدرك أنه لا بد من التكامل بينها وأن المقصود هو ما كان شمولياً شاملاً لكل الأمور فلا تمكن مقاومة هذا الغزو الغاشم في مختلف توجهاته إلا بالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً ولذلك قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص وقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه قد لا يجد الإنسان بغيته في جماعة واحدة أو مجموعة واحدة أو مؤسسة واحدة لكن يعلموا أن هذا العمل متكامل فيما بينه وأن بعضه يكمل بعضاً ويتممه وهكذا شأن كل من ليس معصوماً فاليوم كل من ترين من العاملين الإسلام ليس فيه معصوم فهم يخطئون ويصيبون وخير الخطائين التوابون ولكنهم يتعاونون على البر والتقوى وبقدر تضحيتهم وبذلهم يكون نجاحهم وهذه الأرض التي كنا نتحدث عنها أرض الشام لن يزال فيها الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم وبين أن هذه الأرض أرض المنشر والمحشر وأنها أرض رباط وأن الله تعهد له بالشام وبين كذلك أنها مكان النزول المسيح بن مريم لا ينزل أن ابن مريم حكماً عدلاً عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين يمينه على ملك وشماله على ملك إذا تقطع رأسه تحضر منه مثل الجمان وإذا رفعه تقاطر كأنما خرج من ديماس لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذابك ما يذوب الملح في الماء وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره السلاح المميز الذي يميز بالجينات الوراثية لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذابك ما يذوب الملح في الماء وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره نعم جزيزي مواطن طبعاً والأحبة سنكون مع مسك الختام مع شعارنا دفور أنس سنفتم سريعاً بسؤال مختصة بشكل سريع كما أبناء أعطوها بفضيل الشيخ يعني ما هي القصرة هناك أحصر يساقص وحدها ترجمة نانسي قنقر بارك الله فيك بالنسبة لقضية النسب إنما ينفعه مع التقوى وقصد وجه الله يعتبر النسب إن كان معه تقوى وفقه الدين إلا فدعه ولذلك نحن انتسابنا لصلاح الدين الأيوب أو لشيخ الإسلام بن تيمية أو لبن الحاجب وغيرهم إنما يكون لمن صلك هذا الطريق وبذل مثل ما بذلوا وعلم مثل ما عالموا وعمل مثل ما عملوا وإلا فقديما يقول الشاعر إن غاب عنك أبو ابني لم يغبه لمن يبدو لنا إنما يبدو لنا غيبه فلذلك لا بد أن ندرك لا بد أن نعرف أن هؤلاء ليس ما نصروا به الإسلام في جيناتهم فقط الوراثية بل هذه قناعة إيمانية بذلوا فيها جهودا فنفعهم الله ونفع بهم ونصرهم ونصر بهم هذا المقصود لذلك كل الذين ذكرناهم مثلا صلاح الدين نعم كردي وابن الحاجب كردي وابن تيمية ليس كرديا على الراجح فهو قال عن نفسه إنه من بني نمير من بني عامر بن صاصعة فهو من هوازك نعم لكن جاء من حران وهي من بلاد الكرد نعم قد طلب قد طلب أحد المشايخ وأظنه قد صرف حديثا بالإسناد في نهاية الدرس إذا تأذنوا نبي أولا طيب خرق بسم الله الرحمن الرحيم أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحظيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالب المجلس عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي ممو الصباع عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي جين الأجهوري عن البرهان العلقم عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي مكني السيوط عن زكري الأنصار عن الحافظي بالفضل أحمد بن علي بن حجرين العسقلان عن إبراهيم التنوخ عن أحمد بن أبي طالي بن الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداود عن عبد الله بن أحمد السرخس عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معنى بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وفقني الله وإياكم كل خير السلام عليكم ورحمة الله أعطي هذه الجزيرة تجلس في ساعة البدء كان البحر مجتمعا في ساعة البدء كان البحر مجتمعا فشقت البحر من موساك ألف عصى ذات اقتراب دعاك النور كنت على وعد مع الطور لما جئته رقصه كم رعشة لك كان الموت أهونها واليوم نقرأها يا سيدي قصصه وهذه قصيدة الغار إلى حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شتان بين المالكين نصابا ملك القلوب ويملكون رقابا وملكت من هذا الغرام قليله فاستفتحا بقليله الأبواب قلبي وعقلي والقواف منذ أن زملتها تتصيد الكتابة ما كان كل الصيد في جوف الفرى حتى تمع نواتري فأصاب هذا الفؤاد أنا الذي خبأته عن مقلتيك فصادف الأهدابة علقت بين البردتين مدائحي وسوايا يعلق غادة وكعابة لا ناعس الطرف الذي بايعته في النوم كنت ولم أكو السيابة إني وما علمت منطق طائر أشد بذكرك جيئة وذهابة لله طبع الورد يخفي عطره ويقيم من ألوانه حجابة حاولته فتحدرت من لا يد قطراته فضممته فانساب لامسته أو كت لولا أن رأى برهانه قلبي فعاد وتاب وصفا إناء الحب رق زجاجه حتى رأيت وما رأيت شراب لكن ما أنسى لأوك الماء من وعلى حواشيه فشف وطاب أرجعت فيه الطرفة واسترجعته في كرتين فغاب فيه وآبا ما بين منبره وموضع قبره خط الجمال لقارئه كتابا قرأت على يده الشعوب ولم يزل في كل سطر يشرح الآداب في غاره الجبلي لم يكو خاليا كان المدى يتعلم الإعراب من قم فأنذر لم يدثر عينه نوم ودثر عاريا ومصاب حاف وما من حبة في مكة لم يحتمل عنها دما وعذاب عارا عن الدنيا وأول كل بسم الله يفتح في المعارج بابا الأسودان على خريطة فقره يتوزعان معاذنا وقبابا نعم الإدام الخل حين محاصر في الشعب يفتح للجياع شعابا ما كان عداسا ليؤمن قلبه لو لم يجده السكر العناب حين محاصر في الشعب يفتح للجياع شعابا ما كان عداسا ليؤمن قلبه لو لم يجده السكر العناب سبحان من أسرى به ليلا ومن أدناه من قوس الجلالة قابا وارتد من أعلى ليخصف نعله ويطاعم الفقراء والأصحاب خلقا كأن الوثق من أعطافه وخلاله يهدي الوجود سحابا خلقا هو القرآن هذب حسنه عربا وزكى يمنه أعرابا والحب يبدأ بالقلوب فكلما بانت سعاد وجدت قلبك ذابا كان الطريق مطوقا بحمامة لم تبني عشا بل بنت محرابا لا حزن فيه معية المولاه نابدة من رضا تتحسس الأعصاب يا من ثنيات الوداع ويومها يا راكبا لا يشبه الركابا من صاغ من تمر سواعا لا كمن بالحب والإيمان صاغ شبابا فكأن كل مهاجرا في أوسه سعد ويثرب أصبحت خبابا تتفاوت الأقدار بالتقوى ولا يتفاوتون نهن ولا أنسابا والنفس لا ترقى إذا لم تقترف بقباء من أثر السجود ترابا يوم التقى الجمعان ضج رداؤه بدعائه ودع الخصوم سرابا بالعدوة الدنيا أقام عريشه والركب أسفل منه خار وخابا والمز لا يؤتى لمن لم يأتهي قدر المعالي أن تنال غلابا يا أيها الريم الذي لم يستتر عن طالب لا يشبه الطلاب ما حل أزرار البنفس جزائر إلا وشق على الأريج ثيابة جملت شعري حين لم أختر له من غير كأسك سكرا ورضابا يا ليتني أحد أوني فوقه حجر يحب وحبة تتصاب بلغت في هذا الدنور ولم ولا كعبا بلغت ولا بلغت كلابا ما كان ربي أن يعذب شيبة شابت به ودمي بحبك شابا وصلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا شكرا لحضوركم وإلى لقاء آخر بإذن الله مع منتدى الشباب في هيئة علماء فلسين في الخارج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة